نصلت الضوء الآن على حكماء على مجوس جاءوا من المشرق جاءوا من مسافات بعيدة على الأرجح من بلاد فارس أو من هديك المناطق لربما كانوا متأثرون بالديانة الزردشتية لأن نعلم ولكنهم علماء وحكماء أيضا كما نعرف عنهم هؤلاء الحكماء اللي جاءوا من مسافة بعيدة عادة هؤلاء بيكونوا في مناصب عالية بيخدموا في بلاط الملك وفي قصور الملوك هؤلاء الحكماء والعلماء كانوا مشهورين في علم تحركات النجوم والكتب والنبوات أيضا يعني بيدرسوا أسرار الكون وأيضا فلكيون ولربما درسوا أيضا نبوة دانيال لأن دانيال كان أيضا من فترة في بلاد فارس فكان عندهم المعرفة ومن خلال هذه الدراسة الفلكية سواء من تحركات النجوم أو سواء من النجم الذي وقف حيث يسوع أكيد في شيء معجزة هؤلاء المجوس هؤلاء الحكماء مشوا مسافات طويلة البعض بيعتقد سنة والبعض بيعتقد أكثر من سنة لربما سنتين يعني إحنا بنتكلم مش يوشي مش أقل من 1200 كيلو متر وصلوا إلى مدينة القدس أورشاليم وهناك سألوا أين هو المولود ملك اليهود فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له كلمات كبيرة كلمات عظيمة من مجوس يعتبر وثنيين أمم غير يهود لربما لا يؤمنون بالله نحن لا نعلم لكنها كلمات كبيرة وأدركوا أن التحركات النجومية تقودهم إلى النجم إلى يسوع المسيح الملك حتى يجوا ويسجدوا لهذا المولود من ولادته مكتوب ملك اليهود عندما سمع هيرودوس الملك هيرودوس الشرير مكتوب اضطرب هيرودوس وجميع أورشاليم معه لأنهم عرفوا المزاج بتاع هيرودوس هيرودوس كان قاتل قتل زوجته زوجات أخرى حماته ابنه الأكبر قتل ناس كثيرون وهذا هيرودوس هو الذي قتل أطفال بيت لحم عنده مرض الهواجس والشكوك وكان أي شخص بشك فيه أنه سيكون ملك مع أنه كان في أواخر حياته ومع أنه الطفل لسه طفل يعني بعده أكم أو يمكن عمره سنة بهذه الفترة لما جاءوا المجوس إلى بيت لحم لأنه كان يوسف ومريم مستأجرين بيت لأنه وصلوا حيث البيت في هذه الفترة فلما سأل سألوا أين يولد ملك اليهود اضطرب فدعا يعني رؤساء اليهود منهم رئيس الكهنة ولا ربما مجمع السنهادريم تعال فهموني قال أين يولد المسيح طبعا علماء الدين أجابوا هيرودوس وقالوا أنه رح يولد في بيت لحم لتتميم النبوة نبوة ميخا أنه رح يولد في بيت لحم وقالوا السبب لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل لكنهم لم يكملوا الآية التي توصف هوية يسوع المسيح أن هذا الطفل اللي رح يولد في بيت لحم مكتوب عنه مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل فطبعا بخدعة طلب هيرودوس من المجوز أنه يتحققوا من النجم ويعرفوا مكان ولادة يسوع المسيح ويجوا يخبروا لهيرودوس عشان هو كمان يروح يسجد للمسيح طبعا عارفين القصة أنه يتخلص من يسوع المسيح النجم تقدم وهذا النجم ظل ماشي إلى بيت لحم وهناك أحبائي النجم وقف فوق حيث ولد الصبي أو الطفل يسوع المسيح وتحققوا من هذا الأمر ودخلوا وفعلا باركوا يسوع وسجدوا للملك الطفل يسوع المسيح أحبائي دخلوا وسجدوا ليسوع المسيح لاحظ يعني بتشوف تسبيح الملائكة بتشوف فرح الرعاة والذهاب إلى بيت لحم والآن بتشوف التضحية في الوقت والسجود للملك يسوع وكل هذه الظروف الولادة اندلت على شيء بالدل على تميز المسيح الفريد العجيب فالسماء فرحت والأرض فرحت والأمم فرحت واليهود من خلال الرعاة فرحوا بولادة يسوع المسيح اشتركوا في القناة